مرحبا بكم في فقرة تغذوية جديدة معكم هيس ماضي أخصائية التغذية تعتبر غزة من الأماكن التي تواجه تحديات خاصة في مجال الأمن الغذائي من خلال تنمية زراعات منزلية مستدامة ومبتكرة يمكن تعزيز إنتاجية الموارد الغذائية المحلية وتقليل التبعية على واردات الطعام في هذه الفقرة سأقدم لكم بعض الأفكار حول زراعات المنازل في غزة والنبتات والمحاصيل التي يمكن زراعتها لتعزيز الأمن الغذائي أولاً زراعة الخضروات في الأواني استخدام الأواني والحاويات المتاحة في المنازل لزراعة الخضروات يعتبر حلاً فعالاً يمكن زراعة الطماطم والفلفل والزهور وغيرها في هذه الأواني مما يحقق تنوعاً في المحاصيل المنزلية ثانياً الزراعة العامودية باستخدام الأرفف تقنية الزراعة العامودية تعتمد على استخدام الأرفف لزراعة النبتات بطريقة مكثفة يمكن زراعة الأعشاب العطرية والفاكهة المصغرة باستخدام هذه التقنية في المنازل مما يوفر مساحة ويزيد من الإنتاج ثالثاً الزراعة المائية في المنازل تقنيات الزراعة المائية تسمح بزراعة النبتات في بيئة مائية بدلاً من التربة يمكن زراعة الخس والبأدونس والفجل باستخدام هذه التقنية مع توفير الماء وتحسين إنتاج المحاصيل رابعاً حدائق السطوح والجدران استغلال المساحات غير المستخدمة مثل الأسطح والجدران يمكن أن يكون فعالاً يمكن زراعة العديد من المحاصيل مثل البندورة والفلفل الحلو على الأسطح أو باستخدام أواني معلقة خامساً النباتات المقاومة للجفاف اختيارات النبات التي تتحمل الجفاف يمكن أن يكون حلاً مستداماً في ظروف المناخ في غزة البازلة والعدس والبتنجان يمكن زراعتها لتحقيق استدامة أكبر في موارد المياه سادساً الأشجار المثمرة في الحدائق زراعة الأشجار المثمرة مثل الليمون والبرتقال في الحدائق المنزلية يمكن أن توفر مصدراً مستداماً للفاكهة الطازجة وتعزز التنوع في التغذية سابعاً التحول إلى النباتية المحلية زراعة المحاصيل المحلية التي تتكيف مع المناخ المحلي تعزز الاستدامة وتقلل من التبعية على واردات الطعام تعد زراعات المنازل في غزة وسيلة قوية لتحسين الأمن الغذائي من خلال اعتماد تقنيات زراعية مستدامة واستخدام المساحات المنزلية بفعالية يمكن توفير مصدر محلي للطعام وتقليل الضغط على إمدادات الطعام الخارجية مما يسهم في تقليل مخاطر المجاعة إلى هنا نصل لنهاية فقرتنا لهذا اليوم أشكركم على المتابعة ودمتم بشخة وعافية